نخش بقى على الكلام اللي انا عايز اقوله النهاردة قبل ما نتكلم عن الماتش وطبعا هو ماتش مهم النهاردة لانها زي ما بنقول في كل ماتش ده ده خطوة في مسيرة النادي الاهلي نحو الحفاظ على اللقب وعلى الصدارة عايز اتكلم معاكو في اكتر من نقطة اول نقطة هتكلم فيها انا بتكلم فيها عادي جدا لا هعلي صوتي ولا هعترض ولا حاجة خالي انا بس ايه موقف اصد موقف انا مش سامع لحد بيعترض ولا حد بيصرخ ولا حد بيعمل ضجة هتقول لي ليه هو ايه اللي بيحصل هقولك مش ماشي الاسوان والزمالك دول اللي هي اصلا مباراة اسوان المفروض ان هي كانت حتتلعب على ارض اسوان حتتلعب في القاهرة دلوقتي في بيترو سبورت مش دي مباراة اسوان اللي المفروض تتلعب في اسوان لكن لعدم جاهزية ملعب اسوان المباراة هتتلعب فين في القاهرة احنا هقولنا حاجة حد تتكلم هتقول لي طب انت مالك ده ماتش الاسوان والزمالك هقولك طب تعال لي بقى فكر من اسبوعين لما كان فيه ماتش للاهلي والمحلة وكان المفروض الماتش يتلعب في المحلة لكن ايه اللي حصل لعدم انهاء الاجراءات الامنية الخاصة باستضافة الاستاد للماتش الاهلي والمحلة مسؤول المحلة طلبوا من الاهلي نبدل الملعب يعني الدور الاول الاهلي ياخدوا والدور التاني يتلعب في ارض المحلة يعني عينك بقى ما تشوف الا النور ساعتها شفنا ايه بقى ساعتها قالك طبعا احنا وفقنا عادي النادي الاهلي بيوافق مسؤول المحلة قالوا بعد إذنكم الماتش التعب الأولاني عندكم والماتش التاني عندنا مسؤول النادي الأهلي قال لك ماشي على عيننا وعراسنا مفيش مشكلة إحنا والمحلة وإحنا وأي نادي كلنا علاقاتنا كويسة ببعض ومسؤول المحلة قدروا للنادي الأهلي الكلام ده وكان نتكلم ساعتها نائب رئيس النادي أستاذ حسام عزو نائب رئيس النادي غز المحلة والنادي الأهلي قال طبعا مفيش مشكلة ده واجب علينا في ظل علاقاتنا القوية بجميع الاندية في مصر خليكم فاكرين بجميع الاندية في مصر ايه اللي حصل بقى وقتها فاكرين قالك ايه انتقادات وصريخ وعويل وكلام عن مجملات للاهلي وان الاهلي بيلعب على ارضه والاهلي يلعب مش عارف ثلاث ماشيات على ارضه وده الرابع والخامس وان ازاي الاهلي ما لعبش في المحلة طب مش تهضوا واحدة واحدة حتى بعض الاعلاميين اللي بينتموا النادي منافس قالك ايه ساعتها قالك ده فيه اضرار كتير حتسيب الكرة المصرية من تبديل ماشي الاهلي والمحلة لمباراته في الدور الاول والتاني اضرار ايه ايه الاضرار وبعدين قالوا ايه كمان دي فيها مجاملة للاهلي ايه ايه المجاملة للاهلي نادي طلب حاجة والنادي الاهلي مشكورا بيراعي الحاجات دي مع جميع الاندية مش مع المحلة بس مع جميع الاندية وافئ ايه المشكلة خش خش بقى على السوشيال ميديا والكلام اللي قالته وتهييج الجماهير خلي بالكم احنا بنتكلم على وقعة حصلت للنادي الاهلي تكلم لجمهور النادي الاهلي تكلم ولا انا بتكلم الوضع الطبيعي ان عادي الزمالك هوافئ اسوان مش جاهزة دلوقتي خلاص مفيش مشكلة النادي الزمالك قال اه انا استضيفي الماتش ايه المشكلة وده مفيه مش مشكلة خالص انت الوضع الطبيعي كل الفرق علاقتها كويسة مع بعض النادي الاهلي علاقاته كويسة مع الكل بما فيهم نادي الزمالك علشان الناس اللي بتهيج انا بتكلم على موقف معين حصل لاسمعنا اعتراض من النادي الاهلي لاسمعنا التهييج للجماهير من جمهور النادي الاهلي وقال لك ان ايه كمان ده انا بقول لك ايه ده ساعتها كمان مادش الاهلي كان بيتلعب مع المحلة هنا وناس من واعلاميين من نادي الزمالك قال لك ايه ده الفريق بتاع نادي الزمالك تعرض لزل ظلم ايه طب احنا ما قلناش كده ليه دلوقتي طب الاهلي ليه ما قالش دلوقتي لما اسوان حيلعب الزمالك هنا مع ان المتش المفروض في اسوان الاهلي تعرض للزول هو النادي الاهلي كان مسؤول عن القصة دي بالعكس ده النادي الاهلي حل موقف لان هي كانت ازمة لنادي غز المحلة بس بقى في ناس عايزة تصطاد في الماء العاكر زي ما بيقولوا احنا زي ما بنقول علاقاتنا كويسة بالجميع ده موقف حصل النادي الاهلي وقف مع المحلة وقال يا جماعة مفيش مشكلة الموضوع سهل ودخل لبالكو اللي بيحصل مع اسوان والزمالك نفس الحكاية النادي الزمالك قال خلاص مفيش مشكلة وده العادي انما اللي مش عادي ان انت بقى تروح تعود تتكلم قسمتش المحلة وماتش والاهلي والكابتن مش عارف مين قالك ان الاهلي لعب خمس ماتشات وارا بعض واعلامي يطلع لك يقولك ست ماتشات وارا بعض ايه ده ايه ده وخلي بالكو انا عايز اقولكو حاجة كمان حالة نادي الزمالك ما فيهش تبديل ليه ما فيهش تبديل لان الماتشين حيتلعبوا في القاهرة فاهمين يعني المفروض المفروض هنا اسوان هو اللي حيديه حقه لانه بيلاعب نادي كبير زي نادي الزمالك بحجم نادي الزمالك طبعا فيه المفروض ان هو يلعب ماشي في اسوان البلد الجميلة والاهلها جمال وعزاز علينا جدا وجمهيرها بتكون عندهم عيد وفرحة كبيرة لما الاهل والزمالك بيروح يلعبوا عندهم لا ده الماتشين حيتلعبوا هنا في مصر ماسمعناش بقى لا صوت ولا اعتراض ولا ضجيج ولا صويت ولا حتى عندنا في الاهل يقولنا حاجة ولا تكلمنا انا بس بتكلم عن وقعة وصاد وقعة طب انت بتقول لي طب انت قلت كده ليه ولا بتقول كده ليه انا بس بقول لحضرتك علشان ابين لك وقارن لك طريقة التعامل بس مش اكتر بنوضح للجمهور ان الاهلي في مكانة تانية خالص الاهلي بيتعامل مع جميع الاندية بوش واحد انت عندك مشكلة اه لو انا في ايدي حلها احلها ايه المشكلة مفيش مشكلة وبعدين انت لما كنت بتعترت ساعتها علشان تصير الناس وتهيجهم بس ما احنا نفس الموقف هو لان نادي الاهلي تكلم ولا حد من جمهور ولا حد قالك الزمالين حيلعب أسوان هنا مرتين مفيش حاجة خالص من الحاجات دي الاهلي يا جماعة بيبص النفسه بس الاهلي تاريخه وقيمه ومبادئه توريك مش عايز اقول الموقف ده لا موقف كتير جدا قبل كده الاهلي بيقف دايما مع جميع الاندية اي نادي بيطلب من الاهلي حاجة لو في النادي الاهلي باستطاعته انه يعملها بنعملها انما انا بكلمك على موقف وصد موقف لا شفنا حد من الاهلي بيزعق لا حد الاهلي بيصرخ لا اعلمين تابعين النادي الاهلي بيتكلمه مفيش حاجة خالص من الحاجات دي خالص